احكي لنا بقى يعني ايه الكلام ده متنازمة التمثيل الغذائي metabolic syndrome ديت مجموعة من الاعراض بتصيب الشخص بالتزامن مع بعض ازاي؟ يعني ممكن يحصل ارتفاع في منخيط الوسط يعني مثلا عند الرجال هتلاقي ازياد من 102 سنتيمتر النساء ازياد من 89 سنتيمتر ارتفاع في مستوى سكر الدم الصيوم ازياد من 100 ارتفاع في مستوى ضغط الدم ازياد من 30 على 85 ارتفاع في الدهون السلسية ازياد من 150 ممكن يحصل برضو انخفاض في الدهون الحميدة ال HDL اللي هنم مفيدة جدا للجسم في النساء ازياد انص من 50 وفي الرجال اقل من 40 يعني ازياد بتكون ايه مش مظبوطة لو توفر 3 عناصر فقط لغير من الخمسة اللي احنا قلناهم دولة اقدر قول ان الشخص ده مصاب بmetabolic syndrome للاسف احنا 60% من الشعب المصري مصاب بالمتلازمة ديه وهو ما يعرفش لو يقدر يقصها عن طريق الزيادات اللي هي مسلا عنده محيط البطن بالزفت كده طب معليش ابرد كامل ايه اللي فرق ما بينها واللي هو الانسولين لما يكون عنده اه اسمه ايه مقاومة الانسولين مقاومة الانسولين ايه الفرق بينهم احنا لو لاحظنا اول عرض تكلمنا عنه هو الزيادة في محيط البطن يعني اول عرض ليه علاقة بالسمنة تمام كل حاجة مترتبة على بعضها ازاي مقاومة الانسولين احنا لازم نفهم يعني مقاومة الانسولين في الاول نفهم الاول انسولين انسولين ده عبارة عن ايه ده هرمون الفكرة كلها عند المسولين العرفاء ان الهرمون دوت بيتفرز من بن كريسة عشان يخفض مستوى سكر الدم لكن ليه وظيفة تانية كلنا بنخفل عنها ايه هو اللي هو بيخزن الدهون بمعنى نشرح بقى موضوع مقاومة الانسولين بالتفصيل بمعنى ايه يعني انا مجرد ما باكل اي حاجة اللي بيحصل الانسولين بياخد الاكل دوت يدخلوا جوا خلايا الجسم انا بقى انا قاعد على موضوع اليوم قاعد باكل 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 البنكريس بيقعد يفرز معها انسولين وهكذا يفضل يدخل الاكل دوت جوا الخلايا ايه اللي هيحصل بعد كده الخلايا ديت هيحصل لها زي هتقاوم الانسولين دوت خلاص هحصل لها بلوقت ما بيبقاش عندها حساسية خلاص انها تستقبل الجلوكوز بالزبط كده فعلا فانا عندي انسولين في السماء عندي جلوكوز في السماء فايلا هيحصل هيحصل مقاومة الانسولين اللي هو بيبقى خلاص لا عايم في النص ما هو هنا ولا هنا بالزبط كده طيب نكمل بقى عندي حتة المتلازمة التمثيل الغذائي تمام هي خطورة المتلازمة دي اتفقية ان الشخص اللي مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي بيبقى دعف عرضة الخطورة باصابة الامراض القلبية عن الشخص الطبيعي مرتين يعني معرض اللي هي اصابة بالجلطات السكتات القلبية انسدات الشرايين زي ما احنا شايفين خلاص اللي هي المشاكل القصوى اللي هي تقدي لسبب الوفاة عشان كده ممكن نلاقي دلوقتي الاشخاص عندها عشرين وتلاتين سنة ومرة واحدة نسمع ده جات له جلطة جات له انسدات في الشرايين عمر ما المشكلة بتحصل في يوم وليلة دي بتبقى تراك ومات سنين لازم تدفع ضريبة الاكل الغلط اللي انت بتاكله عمر ما تفتكر اللي انت اللي انت عاد بتبوص في حياتك كده فانت خلاص انت عايش كويس احنا دايما بنلاحظ دايما اللي عندهم مقاومة انسولين هو شخص رفاية ما عندهش دراعاته رفاية رجلية رفاية لكن هو منطقة البطن هو مش واخد باله اللي دي كل لها فيسر الفات دي دهون متركزة على الاعضاء الداخلية بالجسم طب ايه اللي هيحصل دلوقتي انتشر جدا المرض الدهن الكبدي تمام؟ تسعين في المية من اللي عندهم مقاومة انسولين عندهم دهون في الكبدي اخر مؤتمر لسه حضروا كانوا بيتكلموا عن الموضوع دوت حتى الان محدش اخترع علاج للدهون على الكبدي يعني مفيش علاج دوائي علاجه الوحيد صح لان هو كبدي قادر على انه يجدد الخلايا بتاعته كلها بنفسه فالواحد مش محتاج انه هو يروح ياخد ادوية والواحد مجرد ما يزبط اكله الكبدي بيبقى قادر انه هو يجدد نفسه بالزبط كده يا فندي فاحنا لازم الوعي بتاع الاشخاص يتغير ليه؟ انت ليك ولتفلك ليك ازاي ولتفلك ازاي احنا لو لاحظنا دلوقتي لمشكلة مقاومة الانسولين دلوقتي بقيت من اطفال من سننا 10 سنين فيما فوق طيب انا دلوقتي انا كأب اكتر حاجة نفسي بقى فيها ان ابني بقى احسن حد انا بدره بدره من غير ما انا باخد بالي انا بفرحان اللي انا بروح البيت جايب له شنطة حلويات وكده انا كده بكافقه لا بالعكس انت بتدر اكبر ضرر عمر ما التفل بينزل هو يشتري الحلويات ديت عمره ما هو هيجي يفتح التلاج هيشوف اللي جواه هيكله فانت ثقافتك هي اللي هتأثر على طفلك لما يفتح التلاج اللي هي فيها الفواكه الطبيعي اللي هي فيها الخضار اللي هي فيها الاكل الصحي هو دي اللي هيكلها لكن لما انا هجيب له من بره الحاجات ديت اللي كلها ضره فانا كده انا اللي بدره وبالنسبة لي انا كشخص انا دلوقتي الاب دوت اللي قاعد بيأكل ومبوص صحته ايه اللي هيحصل في الاخر ما يكيد طبعا الاطفال بتاخد منه لانه قدوا قدامهم واي حاجة الاهل بيجيبوها في البيت بيأثروا على اولاده يعني ممكن يكون واحد عنده عشرين سنة لكن الاعضاء الداخلية بتاعته واحد عنده خمسين سنة وممكن واحد عنده خمسين سنة والاعضاء الداخلية بتاعته بسن واحد عنده عشرين سنة وبقى فيه تحليل لوقتي تحليل تأكد الكلام ده بيقداره يحسبه فعلا السن الحقيقي للانسان مش بالعمر لا بكفاءة جسمه كلها بيدي سن معين ايه اللي بيميز الغربة عندنا احنا لما بنزينا بنشوف الغربة عندهم ستين وسبعين سنة وبيجرو والحركة عندهم بشكل رهيب لكن احنا عندنا مجرد ما بنصل لخمسين سنة خلاص كده التهبة مفاصل ده نتج عن ايه طيب ما نتج عن السمنة سكر ضغط كوليستيرول كل ده نتج عن ايه نتج عن السمنة السمنة اللي هي ايه الاكل الغلط لازم احنا كافراد يكون عندنا ثقافة الاكل الصحي ليه لانك انت بمزاجك او غصبا عنك انت في النهاية هتاكل اكل صحي تاكله بمزاجك وانت لسه شخص صحي ولا تاكله غصبا عنك وانت بعد ما تبوز عضو من اعضاء جسمك في الظبط طيب احنا بقى دلوقتي منتجات جوه منتجات جوه انا استخدامتها عملة ازاي دي دي بتمشيني على اسلوب الحياة الصحي ازاي انا دلوقتي اي شخص عندي شراها للاكل تمام؟ يعني بمعنى اللي انا عاوزة طول ما انا قاعد اكل فعندنا منتج لطيف جدا 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 اسمه جو فايبر جو فايبر ده معبارة عن ايه؟ ديت مجموعة من الالياف الطابعية منتجاتنا عمتا مفاش اي حاجة كلها ارجانيك تمام؟ ايه اللي بتتميز به جو فايبر؟ طبعا احنا كلنا عارفين عن عمليات البالون بالون المعدة دي بتتكلف قلوفات قلوفات مؤلفة انا ممكن بساشة واحد بس اخده من المنتج دوت يعمل لي البالون بتاع المعدة تمام؟ يملالي حيث كبير جدا من المعدة بحيث اللي انا حيسدي للشاهية طب المكونات بتاعت جو فايبر ايه مثلا على سبيل المثال عندنا ثلاثة سلاسة مرعب انا محتاج عن كل منتج منهم حلقة كاملة اتكلم عنه نتكلم اول حاجة عن بزور الشي بزور الشي دي عبارة عن ايه؟ دي اول حاجة كده اول ما بتنزل المعدة زي مفيدة جدا للبكتيريا النفعة اللي جوان المعدة فبالتالي هتساعد الجهاز الهضمي بتاعي اللي هو يعمل بصورة جيدة وبسهولة تمام؟ مصنع كامل للكالسيوم والماجنزيوم والفوسفروس فدي مفيدة جدا للعظم فيها زينك فيها مانجنيز فيها ايرد مفيدة للمناعة فيها فيتامين بي وان فيها فيتامين بي سري فمفيدة لسكر الدم طيب فيها ايه تاني؟ فيها حاجتين من اقوى الانتي اوكسدانت اللي موجودين ميرسيتين وكورسيتين فدي على المدى البعيد مفيدة لصحة الانسان اي حاجة انتي اوكسدانت اعرف اللي هي تحميني وتعملي وقايا من السرطانوت دي اول حاجة تاني حاجة نتكلم عنها كشور السيليم لو اخلنا بقى اللي انا قلت كشور ما قلتش بزور ليه؟ كشور السيليم دي يعني السورس ذات نفسه انا باخد الاكتف انجريديانت كومبليتلي اا اكتف ازاي؟ انا دلوقتي قوته اكتر بكتير جدا يعني لان هو الاشور نفسها بيبقى فيها الالياف اكتر فبالتالي بتبقى مفعولها اقوى صح كده؟ بالضبط كده